مدينة نارها الواقعة على بعض 20 كيلومترا من فوكوشيما ظلت لمدة 5 سنوات مدينة أشباح في شهر سبتمبر من العام الماضي منحت الحكومة الياباني الضوء الأخضر للسكان الراغبين في العودة لكن فقط 420 من أصل 8000 عادوا أدراجهم السكان يخشون من مئات الأطنان من النفايات النووية المعبأة جميعها في أكيات سوداء في المدينة كنت أعلم جيدا أنه بعودتنا سأكون شهدا على موت هذه المدينة وجميع أنحاء المنطقة لقد أصبحت مكانا غير آمن لا يمكن للسكان العودة والعيش فيه بشكل مريح بعد المأساة التي مر عليها 5 سنوات لا تزال السلطات اليابانية تتعمل على تحديد مكان اختفاء الوقود النووي المنصهر عقب الزلزال القوي الذي أعقبه تسونامي مدمر في شهر مارس آدار من العام 2011 في محطة فوكوشيما دايشيا الواقعة على بعد 220 كيلومترا شمالي توكيو اشتركوا في القناة